لطالما كانت سرقة الأفكار أو براءة الاختراعات تمثل مشكلة في حياة الأشخاص خاصة إذا كانت تخص اختراعا تكنولوجيا أو فكرة جديدة تفيد البشرية لهذا عرفت المنظمة العالمية للمكية الفكرية بأنها الملاذ الآمن للأفكار الإبداعية لأي اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ورموز وأسماء وغيرها تحيي المنظمة العالمية للمكية الفكرية في السادس والعشرين من أبريل كل عام اليوم العالمي للمنظمة وهذا العام تحت شعار للذهب نسعى الملكية الفكرية والرياضة والذي يسلط الضوء على بعض التطورات التكنولوجية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يقود التغيير في جميع المجالات والهدف الأساسي من حقوق الملكية الفكرية هو تشجيع الابتكار والإبداع والتأكد من أن المخترعين والمبدعين يحصلون على مكافأة عادلة على عملهم تكفل لهم المعيشة وتحمي الملكية الفكرية كافة الحقوق المختلفة من منتجات الفكر الإنساني التي تشكل مجموعة من الإبداعات مثل الكتب والاختراعات والعلامات التجارية والنماذج الصناعية ومصنفات فنية وأدبية وأسماء مستخدمة في الأعمال التجارية وغيرها من المنتجات الإبداعية الأخرى التي تحصل على حماية قانونية ولكن هناك أيضا أشكالا من انتهاكات الملكية الفكرية فحقوق المؤلفين من الممكن أن تتعرض للهجوم والسرقة عن طريق بيعها أو تأجيرها أو نشرها بطرق غير مرخصة من قبل صاحب المصنفات أما الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والاختراعات فتتعرض للهجوم من خلال تقليدها بطرق غير مشروعة أو قرصنتها ينتج عن كافة الانتهاكات السابقة عدة أدرار اقتصادية تؤدي إلى نتائج خطيرة وتؤثر بشكل سلبي على أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمجتمعات والدول بشكل عام كما أن الانتاجات المبدعات تصبح غير قادرة على تغطية التكاليف المالية للنشاطات الخاصة بالتطوير والبحث التي تؤدي إلى الابتكار ترجمة نانسي قنقر